اشتركوا في القناة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب جوامع التوحيد في خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفي تلك الخطبة يمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه وفيها جوامع مسائل التوحيد وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناوئ ولا ند مكاثر ولا شريك مكابر بعد أن يذكر الإمام عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بلا مثال سابق وقدرته لم تنقص بهذا الخلق ولم يصبه نصب ولا تعب يذكر الحكمة في الخلق الله سبحانه وتعالى في آيات من القرآن الكريم يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الله لم يخلق السماوات والأرض لللعب وإنما كان الخلق لحكمة الله أجل من اللعب أجل من الله لأن اللعب هو الفعل الذي لا غرض فيه هذا يسمى لعب الطفل الصغير حينما يلعب لماذا يلعب هو لا غرض له في أعماله فلذا كانت لعبا الإنسان إذا فعل أفعال ليس فيها غرض هذه لعب وهناك له الله هو اللعب الذي يلهي الإنسان ويسبب غفلته عن الحقائق هذا يسمى لهوا ما سبب غفلة الإنسان الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص منزه عن الحاجة فلذا لا يلعب لا يلهو لا يعبث فلماذا خلق السماوات والأرض الإمام يبين في هذه المقاطع جانبين الجانب الأول هو عدم حاجته سبحانه وتعالى في الخلق هذا الجانب السلبي يعني لم تكن حاجة فخلق كلا بل هو الغني المطلق الغني الحميد فلماذا خلق الخلق لغرض أسمى وذلك الغرض هو أن يرحمهم كما بينا ذلك في الحلقة الماضية بتفصيل الله خلق المخلوقات ليرحمها لأن هذا الخلق لا ينقصه شيئا لأن هذا الخلق لا يكلفه شيئا لأن هذا الخلق لا يضره فخلق هذه الموجودات ليرحمها لحاجتها لا لحاجته وقد مثلنا مثالا لتقريب الفكرة إلى الذهن أن شخصا يتمكن من أن يوجد موجودات بلا أن يكلفه ماديا ولا يكلفه معنويا ولا يكلفه من وقته شيء ولا يكلفه أي تكليف في أي مجال من المجالات إذا لم يوجد إذا لا يوجد ولم يوجد تلك الموجودات نسأله لماذا لم توجدها أما إذا كان قادرا عالما غنيا إيجاده لهذه الموجودات لم يكلفه شيئا فإذا أوجدها ليرحمها العقل يرى أن عمله عمل ضمن الموازين وعمله صحيح يعني يدرك صحة هذا العمل الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات لا لحاجته وإنما لحاجتها إلى الرحمة وهذا الخلق لم ينقصه شيئا ولم يكلفه شيئا خلق الذرة أو خلق المجرة لا فرق في قدرته وعلمه وخزائنه في ذلك لا ينقصه شيئا إذا لم يكن يخلق كان مثار السؤال لو كان هناك سائل والله سبحانه وتعالى لحكمته خلق ليرحم ورحم جميع الموجودات التي خلقها بالرحمة العامة رحمتي وسعت كل شيء لكن هناك رحمة خاصة تلك الرحمة الخاصة بحاجة إلى إيجاد قابلية في كل إنسان أن يوجد في نفسه القابلية لينال تلك الرحمة الخاصة وتلك الرحمة الجنة والرضوان فالإمام هنا في المقطع الذي الآن تلوناه يبين أن خلقه للأشياء لا لحاجة منه إليها يقول لم يكونها هذه المخلوقات لتشديد سلطان حتى يقوي سلطته الله الله سبحانه وتعالى من صفاته الملك المالك والملك والمالك حسب ما يقول بعض علماء الكلام من صفات الذات يعني سواء كان هناك شيء مخلوق أو لم يكن شيئا مخلوقا فالله سبحانه وتعالى هو المالك هو الملك فإذا خلق هذه الموجودات لم يخلقها ليقوي سلطنته ليقوي سلطانه ليقوي ملكه كما يفعله سلاطين الدنيا وكما يفعله الناس الإنسان مثلا بعض الناس كانوا يتكاثرون بالأولاد وفي آية من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا لماذا هذا يكثر من أولاد ليقوي موقع الاجتماعي ليقوي موقعه في العشيرة ليقوي سلطنته أو إذا حاكم مثلا هذا الحاكم يكثر من الجنود من الشرطة من الجيش لماذا يكثر لكي يقوي سلطانه لأن الحاكم الذي له من الجنود ومن الشرطة أكثر يكون عادة أقوى فلذلك يقوي سلطنته باختيار جنود أكثر شرطة أكثر الله سبحانه سبحانه وتعالى هل بخلق المخلوقات يريد أن يقوي سلطنته كلا إن سلطنة الله سبحانه وتعالى وملكه ومالكيته إن هذه الصفات هي صفات الذات والله سبحانه وتعالى بخلق هذه المخلوقات أو عدم خلقها لا يزداد سلطانه لأن سلطانه لا حد له يعني صفات الذات هي عين ذات الله فلا حدود لها الشيء الذي لا حد له هذا غير قابل للزيادة والنقصان لأن لا حدود له الشيء الذي قابل للزيادة والنقصان هو الذي يدخل في العدد الأجسام أو الأشياء الموهومة نقول أكثر أو أقل ألف أو ألفان أو ثلاثة آلاف فيه زيادة ونقصان الله سبحانه وتعالى لا حد له فصفاته الذاتية لا حد لها فلذلك بخلق المخلوقات لم يزداد سلطانه وبإفناء هذه المخلوقات كل شيء هالك إلا وجهه لا ينقص من سلطانه شيء قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق لا تغير في ذاته وفي سلطنته فلم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان يعني يخاف أن يزول كما الملوك يخافون يخاف أن تنقص قدرته قدرته كما يخاف الملوك من ذلك فلذلك يزيدون في العدد والعدة وكلما كان العدد والعدة أكثر كان احتمال الزوال والنقصان أقل فلذا يخافون من ذلك فيزيدون الله سبحانه وتعالى هل يخاف من زوال أو نقصان؟ كلا لأن هذه صفة الممكن العاجز الذي يستقوي بالموجودات الأخرى يعني الملك مثلا أو الحاكم المسيطر على زمام الأمور هو إنسان حاله حال بقية الناس فلماذا له هذه القدرة؟ لأن له أعوان هؤلاء الأعوان ينفذون أوامره فصارت له قدرة عرضية ليست قدرة ذاتية قدرة عرضية بأعوانه ولذلك حينما هؤلاء الأعوان يزاحون عنه تجده إنسانا ضعيفا يعني مثلا صدام حكم العراق بالحديد والدم والنار لمدة 25 سنة وفترة قبل ذلك أيضا كان نائب رئيس الجمهورية وهو كان الحاكم الفعلي حوالي 35 سنة حكم مباشر وغير مباشر وسطوته وسلطته كانت ترعب الجميع في العراق بل في خارج العراق أيضا من أين جاءت هذه السطوة وهذه السلطة للأعوان الذين معه فحينما أزيح الأعوان هو شخص واحد تقل تراه رجلا ذليلا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا في حديث معروف أن الرجل من موظفي بني أمية هذا يأتي إلى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أو الإمام الصادق فهو يقول أنا موظف عند بني أمية ولكن لم أشترك في ظلمكم أهل البيت ما اشتركت في الظلم لأن هناك وظائف مباشرة فيها ظلم يعني سجان مثلا أو سياف أو مسؤول مثلا ضريبة كذا يباشر الظلم مباشرة هذا يقول لم أشترك في ظلمكم أهل البيت وإنما وظيفتي في مجال آخر الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له لو لا أنت وأمثالك ما غصبونا حقنا بنوا أمية ناس معدودون هذا السلطان الأموي أولاد أقرباء كذا مجموعة يعني بالعشرات تقول بالمئات كيف هؤلاء تمكنوا أن يبتزوا حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأن يحكموا ألف شهر والآية تقول ليلة القدر خير من ألف شهر كيف تسنى لمعاوية أن يبغى على أمير المؤمن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لأنه وجد أنصارا وأعوانا هناك أنصار وأعوان بطريقة مباشرة يجردون السيف ويقاتلون الذي يناوئه وهناك ناس يشتغلون في بلاطه أو في سلطانه يقوون سلطانه هكذا حال الحكام حتى حكام العدل الحاكم العدل بحاجة إلى أعوان بحاجة إلى أنصار هؤلاء يشدون أزره ويقوون سلطانه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحتاج إلى أصحاب يحاربون معه الأعداء وينشرون الدين أمير المؤمنين كذلك كان يحتاج إلى أنصار وإلى أصحاب وحينما كان هؤلاء الأصحاب أو كثير منهم يخذلون النتيجة المرجوة ما كانت تحصل في غزوة أحد حينما خالفوا أمر الرسول ثم بعد ذلك انهزموا من المعركة قاد الرسول أن يقتل لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقى الرسول فقيض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقليل من المؤمنين الذين حاموا عن الرسول واستشهد أكثرهم وجرح الباقون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كذلك حينما قام الخوارج وابغوا عليه الناصر في صفين لم يصل إلى النتيجة المرجوة خذلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والرسول دعا عليهم قبل ذلك وعلى كل من يخذل أمير المؤمنين واخذل من خذله اللهم انصر من نصره واخذل من خذله حتى حاكم العادل يحتاج إلى أعوان لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق لا يحتاج إلى أعوان ليقوي سلطانه ولا هنا ولا يوجد هناك خوف من زوال سلطانه أو نقصانه حتى يستقوي بهذه المخلوقات لذا الإمام يقول ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناوئ ولا ند مكاثر ولا شريك مكابر يعني هل يوجد هناك ضد لله سبحانه وتعالى هذا الضد يناوئ الله سبحانه وتعالى كلا إذا أحد المخلوقات هذا عدو لله سبحانه وتعالى فلما تبين له أنه عدو لله هذا ليس إلا مخلوق الله سبحانه وتعالى لا يوجد له ضد بحيث أنه يكون ذلك الضد بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله كلا هؤلاء الأضداد ولا إنما هم مخلوقات عاجزون لا يتمكنون من فعل شيئا وإنما الله سبحانه وتعالى أمهلهم أيام معدودة فعتوا في هذه الأيام المعدودة وجعلوا يحاربون أحكام الله سبحانه وتعالى الله ليس له ضد مناوق ولا ند مكاثر بحيث الند يعني الشخص أو الشيء الذي يكون مساوي نقول ندان هذا ند لذاك يعني مثل مثله في كل شيء هل هناك مثل الله سبحانه وتعالى بحيث أن ذلك الند يكاثر حتى يكون في مقابلة خلق للمخلوقات حتى يتكاثر أمام ذلك كلا الله ليس له ند حتى يكاثر مقابل ذلك الند بمخلوقاته والمخلوقات إنما هي موجودات عاجزة إذا لها قدرة فهي من الله سبحانه وتعالى وليزت لها قدرة من أنفسها ولا شريك مخابر كما قد يتكابر بعض الشركاء على البعض الآخر الله ليس له شريك حتى يحتاج أن يخلق المخلوقات ليكابر على شريكه المكابر عليه لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الملائكة من الجن من الإنس هذه الذي لها عقول وهي مكلفة أو الحيوانات التي ليست لها عقول وليست هي مكلفة وكذلك سعر الموجودات من النباتات وغير النباتات هذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى مربوبون يعني الله سبحانه وتعالى هو ربهم الله سبحانه وتعالى قدر لهم ما يصلح أمرهم لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون الداخرون جمع داخر بمعنى صاغرون أذلاء كما في قوله تعالى وكل أتوه داخرين الجميع أمام عظمة الله سبحانه وتعالى في ذل الجميع أمام عظمة الله سبحانه وتعالى صغير حتى أشرف المخلوقات أمام عظمة الله هي لا شيء وإذا المخلوق له فاضل وله عظمة على سائر المخلوقات فإنما لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الفاضل لأن الله سبحانه وتعالى جعله أعظم من بقية المخلوقات وإلا أمام عظمة الله سبحانه وتعالى كل الموجودات لا شيء لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون هذا التعبير لعله لبيان ما ذكرناه أن هذه خلائق الله سبحانه وتعالى يدبر أمرها وهي عباد لله سبحانه وتعالى أمام قدرة الله وإرادة الله ذليلة صاغرة إرادة الله تنفذ عليهم أو يمكن إشارة إلى صنفين الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى هؤلاء عباد أذلاء تكوينا وتشريعا أمام الله يسجدون لله سبحانه وتعالى وحتى المتجبرون الذين لا يسجدون لله سبحانه وتعالى أمورهم بيد الله هو متكبر كإبليس إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين هو متكبر هو لا يسجد لله تشريعا يعني لا ينفذ الأوامر التشريعية لكن تكوينا هو تحت سيطرة الله سبحانه وتعالى وتحت إرادة الله سبحانه وتعالى وإذا تشوف هذا الإنسان أو هذا الجن أو هذا الشخص يعص الله سبحانه وتعالى فليس لآزل أن الله سبحانه وتعالى لا يتمكن من أن يمنعه من المعصية بل لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا مختارا فإرادة الله في اختياره الله أراد أن يكون مختار وأن لا يجبره على أعماله فإذا عصى الله هو الذي يمهله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وفي آية أخرى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فإذن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات لا لحاجة منه إليها هذا أولا وثانيا هل الخلق أتعبه هل الخلق أثقله كلا كما أن أصل الخلق هذا لم يتعب ولا يؤوده حفظهما كذلك كما أصل الخلق كان بقدرة من الله سبحانه وتعالى ولم يصبه النصب ولا تعب ولا تغير ولا حاجة إلى استراحة كما زعمت اليهود كذلك الاستمرار لأنه كما ذكرنا فيما مضى كما أن وجودنا بإرادة من الله سبحانه وتعالى استمرار هذا الوجود أيضا بإرادة من الله يعني الله سبحانه وتعالى يفيض علينا استمرار الوجود آنا فآن بحيث أنه الله سبحانه وتعالى إذا قطع فضله عن الوجود انمح هذا الوجود بأسره فكما أصل الخلق من الله استمرار الخلق أيضا منه لا كما زعمت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء هؤلاء زعموا أن الله خلق الكون وخلق بني إسرائيل وخلق أعداء بني إسرائيل ثم تندم ثم ندم هكذا يزعمون وتعالى الله عن ذلك والآن لا يتمكن من تغيير الواقع الذي يعيش فيه بنو إسرائيل مثلا فلذا يبكي عليهم ويزعمون أن قطرات من دمعه مثلا تسقط في البحار فهذه البحار يحصل فيها اضطراب وهذه الأمواج وهذا الطوفان الذي يصير في البحار بسبب ذلك وأمثال هذه الخرافات كلا الله سبحانه وتعالى أصل الخلق لا يؤوده والاستمرار في الخلق لا يثقل عليه فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ يعني لا أصل الخلق يثقل عليه لأنه يؤوده يعني يثقل عليه كما في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هل يثقل عليه كلا أصل الخلق لم يثقل عليه وكذلك تدبير هذا الخلق يعني استمرار خلق السماوات والأرض لم يثقل عليه ولم ينقص من قدرته شيء أبدا والاستمرار في التدبير بحيث أن هذا الكون في ضمن نظام معلوم يسير والله سبحانه وتعالى يدبر هذا الكون بحيث أنه أمر مخلوقات من الملائكة والمدبرات أمره هل هذا التدبير يثقل عليه كلا عكس المخلوقين يعني شوف مثلا واحد يبني دارا بناء الدار يثقل عليه ماديا ومعنويا وإذا هو يباشر العمل من أعصابه ومن قدرته ومن وقته وكذا لازم يستغرق الكثير بعد ذلك هذا البناء بحاجة إلى صيانة مستمرة هذه الصيانة المستمرة تكلفه من ماله من وقته من أعصابه من فكره خاصة إذا مشروع كبير كان بحاجة إلى صيانة مستمرة الله سبحانه وتعالى لا أصل الخلق يثقل عليه ولا تدبير هذا الخلق ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم هذا الكون ممكن الوجود مخلوق والمخلوق محدود صحيح لحد الآن العلم الحديث بالنواظير العملاقة والتلسكوبات العظيمة بدأ يكتشف أبعاد من هذا الكون الرحب ولم يصل لحد الآن إلى نهاية الكون وكلما التقنية توسعت الاكتشافات العظيمة أيضا تتوسع يعني يقولون حسب ما قرأت في بعض تقارير علم الفلك أن الكون لحد الآن الذي اكتشفوه فيهم مليارات المجرات وكل ما جر فيها مليارات النجوم التي هذه النجوم بعضها أعظم من الشمس بملايين المرات يعني شمسنا هذه نجمة من النجوم والنجوم التي نراها هي كالشمس بل كثير منها أعظم من الشمس بكثير زيانا هذه المنظومة الشمسية التي الكرة الأرضية جزء صغير من هذه المنظومة هذه المنظومة والشمس نجمة من مليارات النجمات التي تتكون وهي موجودة في مجرة درب التبانة وهذه المجرة هي إحدى المجرات من مليارات المجرات وهناك اكتشافات كثيرة لم يصلوا إلى نهاية العالم ولكن هذا العالم محدود لأنه اللامحدود هو الله سبحانه وتعالى الله خلق هذا الخلق ولم يخلق أكثر هل لعجز؟ كلا إنما لم يخلق أكثر لعدم المصلحة فإذا كانت هناك مصلحة الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق الله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر يقول يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق أزيد مما خلق لا لعجز بل لعدم مصلحة وإذا زاد في الخلق ووسع فإنما هذه الزيادة وهذه التوسعة أيضا لمصلحة لا لعجز نحن قد لا نتوسع لعجز لا نتمكن أكثر من ذلك قد لا نتوسع نتمكن من التوسع لكن لا نتوسع نقول لا مصلحة في ذلك الله سبحانه وتعالى الإمام يقول ولا من عجز ولا من فترة الفترة بمعنى الفتور بمعنى ضعف القدرة العجز بمعنى عدم القدرة ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى يعني لم يخلق أكثر مما خلق وإنما لأجل عدم المصلحة فإذا كانت المصلحة زادة في الخلق هذا الجانب السلبي وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق للحاجة كلا وإنما خلق لغرض أسمى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة